السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد مرحبا بكم في نهار جديد تحية جديدة و الف تحية لجميع متابعي و صوار قناة كامالفلوكيو الأوفياء نتمنى انه يلقاكم هادلا فيديو في تمام الصحة والعافية و انتم كتشاهدوه تحية كبيرة المتابعين الكرام الأوفياء الجداد والقدام شكرا لكم بزاف شكرا على الدعم ديالكم شكرا على التيقى ديالكم و نتمنى دائما نكونوا عند حسن ظنكم ان شاء الله يا رب العالمين الخوت ندخل في موضوع مباشرة اليوم كما تعرفون جلست الاستئناف او لا اليوم كان الاستئناف عند بوكريشا فيما يخص من الف ديال اهانة القضاء طبعا كما تعرفون يعني الحكم الابتدائي كان بسنتين اكيد بوكريشا استانف ومن حقه ولكن اليوم هناك مستجدات جديدة واللي خصوصا يعني قد نقول لكم بعجالة الفكرة نحاول نوصلها والله الخوت انا اصبحت صراحة استغرب من غياب الاخلاق من غياب الانسانية خصوصا خصوصا لما كنشوفوا اليوم ان الاوديو الاوديو اللي خرج ركما عارفين من عند من خرج من شانيل طبعا ديك الاسماء لان ديال الحقيقة اللي خرج من شانيل ولي ديال الشفورة اصبح يستعمل في جميع الجلسات ديال بوكريشا اليوم تناقش هاد الاوديو هادا طبعا حطة الدفاع ديال نموسا كطرف مداني دائما اياك تجيك تنصبر كطرف مداني عن النموسا ما فهمتش ملف يخص ديال بوكريشا يخص اهانة القضاء ما دخل هاد السيدة هاد ما دخلها اذا الهدف هو انها تغرق بوكريشا هو انها ضروري المهم تبين على انها انتصار تخصتكون شي حاجة على ان دخولها دخولها في هاد الميل في كطرف مداني هو اللي خلى بوكريشا ان يخل جزاء دياله وكذا لا نحن نعرف ان ما بينك ما بين نموسا وبوكريشا هناك زين المحارم زين المحارم الى حدود الان الى حدود الان براءة اخذ البراءة دياله غادي نشوفه راستنفت استنفوهما يعني النموسا والاتباع دياله والدفاع دياله غادي نشوفه شنو غادي يوقع اليوم الخط تحط الىوديو على اساس انه عنده علاقة بوكريشا عنده علاقة بلوبنا رغم ان الشفورة سبقة وبرأت لوبنا تابري اتام لا علاقة لها بهذا الىوديو وما عنده تعالق وما عنده علم اليوم كي حاول ورطو كذلك بوكريشا رغم انه هو ما كي نشفدك الىوديو الفحوة ديال الاوديو ما فيه لا بوكريشا لا لوبنا اذا هاد الناس كيستعملوا جميع الوسائل كيف ما بغت تكون شاريفة ولا خبيتة من اجل الانتقام هذا اجرام صراحة هذه هي الحقيقة تمت مناقشة الاوديو اليوم في الجلسة على اساس انه عنده علاقة من طرف الدفاع ديالنا موسى عنده علاقة حقا ما حقا بوكريشا وانا لوبنا هي من طلبت رقم الميل فمن اجل انه تعطيه الدفاع ديال المحامي القيسي يعني شي حوايج لصراحة خاص المتابع يفهم هاد الشي العالم او للمتابع اللي يتابع هاد القاضية يعرف ان ذاك الاوديو ما عندوش علاقة بوكريشا وما عندوش علاقة بلوبنا الا اللي يبغي يغطي الشمس بالغرب هال الاوديو خرج من عند شانيل شكون اللي كي هدراف ذاك الاوديو الشيفورا الشيفورا برأت هاد ناس كينا شي حاجة اكتر من هكا يكن انتو ما كتقولو انتو ما كتقولو اتباع الناموسى نهار كانت الشيفورا تحاكم وكانت عند الجلسة كتقولو لوبنا ما جاتش وقفات معها ما جاتش ما دارتش ما فعلاتش اوتوماتيك مو كان عرفان في حلقة ان الشيفورا غادي تقول لهم ان لوبنا عندها علاقة هيبقى فيها الحال ولكن كينتها ناقضات بزاف عندكم فما فهمت كيفاش ان السيدة برأت وانا انسي السيد على هاد النقطة لما كنت فاس وابنة دير الشيفورا قالت لي مسكنا لوبنا ما عندت على هاد الموضوع بنتها بثلاثة هما يحاولوا يورطوها حنا ما يمكن شما ما ما نضلم شي واحد هادي هي الحقيقة اليوم كي يجيبو هاد الأوديو كيحطوه كيناقشوه على اساس من اجل عرقلات الاستئناف عفوا باش عرقلوا يعني السير دي الاستئناف العادي كأن ودد الجلسة تمشي عادية لا دخلوك الطرف مداني انه بوكريشا دخل فيه وانه عنده علاقة بيه وانه كانت يطلبوا الميل في ديالول وبناك كذلك هي اللي تلبطوا من الشفورة على اساس تعطيه للمحامي القيسي وكذا احشو موعي بوار انا متأكد شوف الخود قبل ما قدي نهضر معاكم فضل النقطة هذه لان هادي خسكم هاد شريع سيجي من بعد ان شاء الله في الجلسة قد تستعمل على اساس ان هذه الفراءة الطعن فيها على اساس عنده علاقة بوكريشا وانه لبناء وكذا فهمتوا فهمتوا ما بريت نوصل لكم ولكن قبل ذلك الى حدود الان ما زال ما كان الحكم واش الميل مهم تناقش في الجلسة تناقش هذا الوديو كذلك على اساس انه عنده علاقة بوكريشا ولبناء واش غادي يكون نتقف الحكم واش غا تكون جلسة اخرى لان كما قلت لكم هذي الناس يحاولوا يعرق الاستئناف دائما العرق لا دائما توريط لبناء دائما توريط بوكريشاف وخامي كونش هو دائر المهم خصوص هذا هو الهدف لان انا ممكن نطلب من الدفاع او الدفاع ديلي دير شي حاجة من دير الرسول الا بالموافقة ديلي هذي كنعرفوه احنا فالحدود الان ما كنوالو وانا كندير هذا فيديو كنشجل هذا فيديو ما زال ما كنتش حاجة ما عرفنا شو غير نطق بالحكم بزاف للناس او لما يراج احدى المحكمة وكذا انه غا يكون النطق بالحكم فيما يخص الاستئناف ديال ميل بوكريشا واهانة القضاء هذا الاوديو الخط اللي غادي تستعمل كذلك وانتظروا هذا حتى في الاستئناف طبعا كتعرفوا اننا مستستنفت بعد البراءة اللي اخداها بوكريشا فيما يخص ميل في ديال زينة المحارم هذا الاوديو غادي تحط كذلك في جلسة الاستئناف ديال زينة المحارم وغادي يتناقش وكونوا على يقين والأيام بيننا هادي الناس هادي الاوديو سيستعملوه من أجل انهم يغرقوا بوكريشا وتوريط لبنا دائما وأبدا ولكن الخطأ ديال من باش نكونوا واضحين الخطأ ديال يوسرى هادي نتكلم عليك يوسرى اليوم وغادي ننتقدك لان ما يمكن ش هتبقى وانتو ما خدامين في اليوتيوب عندكم متابعين كيتقاتلوا معكم كيبكيوا معكم كيني معكم فالصراء والضراء هما كيدرهم حالهم من خلال ما يمارسوا عليكم وانتو ما ما كينينش في هذا العالم يوسرى خصوصا تي المعنية بالأمر لأن لابد أنك تدري شي حاجة من أجل ردع بعض القناوات ما كنقولش كل شي اللي تكرفصت عليك بمعنى الكلمة لو كنت ربيت يغير واحد جوج بزاف الناس غادي دروا أطنسيون وغادي التزموا الحدود ديالهم حشو موعيب وعار نشوف أي أسرة أن هاد النس تكرفصوا عليك والمتابعين كيتقاتلوا ويدعموكم وانتراه بالمتابعين انتم كاملين العائلة ديال الأسرة مغربية بالمتابعين وقفين انتم هما تحركوش الهم ديالكم وما تدخلوا الفلوس جيبوا المشاهدات الصلاة وعن نبي تبقوا تستعملوا المراوغات لا الكرامة الشرف الشرف هو البكرة بالنسبة لي أنا شرفك هو أن تكون عندك كرامة تكون عندك عزة نفس أي واحد تطاول عليك أي واحد يتجاوز الحدود ديال وخسوة ربا انتي ما كتديريش لا شيكاية ولا شيء كتسنعي ناس آخرين تنصبوا يخلصوا لكم المحامي يدلوا لكم ويفعلوا لكم هذا شمعي أبو عار تيو أصبحت اليوم راشدة ربما كنت معذورة لأن عليك وصاية أن ما كنت قاسر ما تقديريش حاجة ولك اليوم لابد أنك تحركي مش تخرجي في لايف ولا في فيديو تقولي غدا جلست بابا دعيو معاه وإنما لا كان أمور قانونية خسك تديريها خسك تبعي المستارة القانونية بش تاخذ حقك لأن هذا الفيلم كامل ضاير عليك شتيلوا بنا كان بإمكانها لو كانت زوجة أب واحدة أخرى وعندها تفكير آخر كان بإمكانها أن ما تدخلش في هذا شيء طلع عليكم الأدسانس ما تدخلش وانتظر يا يسرى وأنا كنقول للمتابعين دي الأسرى المغربية والمتابعين لدى الأسرى المغربية وجميع المتابعين اللي يشوف هذا الفيديو هذا الأوديو ستستعمل كذلك رغم أن لأن موسى للقنوات اللي معها لمتابعين للدفاع دياله كي عرفوا هذا الأوديو علاش وكيفاش تتصفت أو لا كيفاش الفحوة ديال هذا الأوديو كي عارفوا يعني شنو كي قصد هذا الأوديو ولكن هما غيستعملوا في جميع الجلسات اللي ضد بوكريشا زين المحارم كونوا متأكدين أنه غيطانوا في ديالباراء وغيقولوا أنه كين واحد الأوديو حقا لا إذن بوكريشا كيستعمل طرق غير قانونية وكذا رغم أنه ما عنده وش علاقة وشي فرا كتعاقب وتواجه ما صيرها كلكم كتعرفوا أنه عند جلسة 12 عسراء سيكون نطق بالحكم هذا ما يروج العلم لله إلا إذا كان هناك مستجدات أخرى إذا نيوسر تحركي شوية لأنه واحد النار سيتخلى عليكم المتابعين ذلك الساعة ما تبقى عندك لمشاهدة الأول والمصداقية خرجي خرجي الأرض الواقع ودري شكاياتك لا يمكن مؤخرا طيحه عليك باطل أن النموسى الأم ديالك خرجتها تقول أنه أنت دائرة بها شكاية مستعجلة من أجل الدير الصينية قاع القانوات خرجوك يضربوا فيك عام مؤخرا حتى أننا دافعنا وقلنا الحق ليس على قبلك أنت قلنا الحق لأن هذه الحقيقة ولكن باش نشوفوك أنك لا تحركين ساكين الأب ديالك مشاهل الحبس لوبنا مرات باكرة وقع لي المشاكل كاملة على قبلك أنا هنا أعاتبوك من أجل مصلحتك كين قانوات كيني الناس مكي خلوش فيكم واشتنتي ما فيك نفس بحل الأب ديالك نقوله لما كالأب ديالك خارج أسوار سيجن كنتو قد قولي الأب ديالي ما تيبغي شي ديال ما تيفعل ما تيترك واليوم أنت راشدة وانت مكلك تصرفي من ذاتك ومن نفسك وبإرادتك إذن بيني الناس هذه حقيقة هذا ما كانت من المساج يكون وصل المهمة الخوت إلى حدود الآن مازال ما كينوالو لكن سمعوني مزيان القاضية أو لا التقديم ديال لبناء اللي كان غادي يكون هاد الاثنين واللي تأجل في الدقيقة الأخيرة وطبعا كنوجه واحد تحية كبيرة للأستاذ المحامي النوري النوري اللي خاف منه بزاف ديال ناس على أساس أنه كان علاقة بنوبي الجمعاوي وكذا وهناك وأنا آمنت به من هالول عرفته وكنت من الأوائيل اللي عرفوا أن نوري أصبح دفاع لبناء كل واحد شنو كيقول ولكن غادي نقول لكم أنه تأجل التقديم الاثنين الماضي بزاف الناس كي تسألوا فوق شغي يكون التقديم أنا هاد المعلومة اللي غادي نقول لكم سمعوني المعلومة اللي غادي نقول لكم والله أنا ما عندي علاق لبناء أو لجتني من طرف لبناء التقديم يقدر يكون موازاة مع جلسة الشفورة اللي هي 12 شهر عشر فهذا الشهر الجاري ما بقى نواله بقى نوحد اليومين ونثلتي يعني الخميس التقديم غادي يكون غالبا الخميس موازاة مع جلسة الشفورة هذا ما وصلني وماشي من طرف جهة اللي لبناء أو ربالة أو شي واحد فمتو باش نكون معكم واضحين التقديم غادي يكون هذا الخميس هذا لأن كين الناس يقول لك ما غادي يكون التقديم غادي يكون هذا الخميس أغلب الأحيان هذا الأسبوع غادي يكون التقديم وتحية كبيرة وترفع القبعة للأستاذ النوري على المجهودات اللي دار من أجل الدفاع على لبناء هذا نحن نقول لكم أنه ما تخافوش من نوري يبقى محامي يعرف مزيان ومتمرس في هذا مواقع التواصل الاجتماعي ويعرف كيف يخدم في أرض الواقع تعرف النوري واخد بزاف الملفات إذن آخر الأخبار بالنسبة للتقديم سيكون هذا الخميس أغلب الأحيان سيكون موازاتا مع جلسة الشفورة الشفورة اللي بزاف بالناس يقولون أنه نهار الخميس يعني الجلسة القادمة نهار الخميس 12 شهر عشر سيكون نطق بالحكم أكيد هذا ما يقال وما يشاع ولكن العلم لله ممكن يكون مستجد آخر نحن لم نعرف الدفاع ما يوجد ربما كان شي حاجة أخرى لأن الكل يعرف أن الملف مدولة غالب دائما سيكون نطق بالحكم ولكن أنا كان قول أن شوف ممكن يكون شي حاجة أخرى العلم لله باش ما نقول الناس شي حاجة شي معلومة ويجي ويقول لي من بعد أنه نطق بالحكم وما كان نطق بالحكم لا ما نعرف العلم ولله الله أعلم أنا ما يمكن نعرف كيف يدير ذلك الناس لأن عندهم سرية تام مدهمة باش نكون واضحين ولكن غالب الأحيان 90% سيكون نطق بالحكم ونتمنى إن شاء الله يكون تخفيف مراعة للأخت الشفرة الحالة النفسية وكذلك الحالة الاجتماعية وكذلك تعاني من مرض فالله يشافها والله يكون معها والله يكون مع ولداتها هذا ما كان في هذا فيديو دمتم في رعاية الله وحفظه إذا كان هناك مستجد انتظرونا